غموض حول حادثة مقتل طفل في منطقة أب الخصيب بالمصر الجميع يبحثوا عن الإجابات حينما أفادت تقارير أمنية عن مقتل شاب منذ سبعة عشر ربيعان بظروف تكاد أن تكون غامضة اتجهنا إلى قضاء أب الخصيب لكي نتعرف على التفاصيل وهذه الحادثة المأساوية بين هذه الأزقة الضيقة يقع منزل الشاب محمد الذي قتل بدم بارد والقاتل تستر على جريمته وصلنا إلى عائلته لنستفهم ما حصل من أحداث الجريمة من استدرجة بالستة وثلث محمد نطلع من البيت كانوا هم تاني بالباب باب البيت ماخذ وطالع على بيتهم من طالع على بيتهم محضر لجدر شبير تارس ماي بعد الماء حار بارد الله أعلم هنا تارس ماي محضر للحبل حسب الدعاء هذا للقاتل والدعاء لضابط الإجرام حسب ما قال قال لي إحنا جاينا نمثلها على شرة التوك توك حتى نحصل بها مشاهدات يا بشون هاي قال جريمة على ساسي نسويها يا بشون جريمة قال شددت إيدي رجلية وشددت إيدي أليا وراه هاي اعترافات في مركز الشرطة؟ مركز الشرطة وبالإجرام هذه الجدة الثمانينية أنهكها تكاهن عودة حفيدها وعيونها تتوسم ناحية الباب وتتسائل عن القاتل لماذا وكيف ومتى الحياة هنا تحولت إلى جو سوداوي والعائلة لم تستوعب ما حصل مع ابنها على الرغم من اعترافات القاتل بجريمته هم لقونا وقالوا ابنكم غرقان يعني على الأساس غرقان فمرحنا لهم لقيتهم بدلين وكاشخين ومتجمعين وواحد يعني صغير ونقدم محمد ابني يبتش هذا الطفل يعني وما عرفنا شنسال فهنا بقالوا احنا ما ندري حتى ابننا ما ندري به يعني على أساس محمد طالعوايا وغرقان فمرحنا ودوا قالوا وروحوا للشرطة رحنا للشرطة شفناهم بس الولد يعني أبا وعليه دوما ما نبللات ماء لا شعر نبلل لا نبين عليه سابع أصن قطرة ماء ما بي يعني إنسان بعمر الوردة ينكتل بدم بارد ليش شيله أسباب أنطولنا سبب ليش كتلته هذا التكتم شنو هذا التكتم التكتم من الحكومة التكتم من ذوي أهل الولد يعني أنطولنا فتشيء يا بقلي عدي مشكلة وياه تبقى حادثة مقتل الطفل تثير التساؤلات وتزيد من حدة المطالبات بالكشف عن ملابسات الجريمة مع تأمل لأهالي المجن عليه ألا تمر هذه الجريمة دون عقاب وتوفير الإجابات بشفافية بعيدا عن التسويف مصطفى الشماري قناة التغيير مدينة المصرى